اللغة المصرية القديمة هي الخطوة الحقيقية اللي بندخل بها عالم أجدادنا وهي الإرث الحقيقي اللي تركوه لينا وصابولنا وصية وكتبوا فيها اتبع نهج آبائك وأجدادك وستحصل على النجاح من تعاليمهم وعلمهم احفظ كلماتهم افتح وإقرأ وستحصل على حكمتهم فمن تعلم علم الأجداد أصبح رجلا ماهرا وهي دي عظمة وسحر اللغة المصرية القديمة أو الكلام المقدس زي ما قال عليه أجدادنا اللي بيها كتب وسجل تاريخه وإحنا فتحنا بيها أبواب من الحضارة والتاريخ العظيم ومن لغتنا القديمة هنتعلم إزاي نقرأ حكاياتهم وحنعرف ليه مصر جاءت أولا ثم جاءت تاريخ لف الدنيا دور ودور كل في انت شوف تصور سحر يعيش سنين تصور كل دا عندنا حيلوا ونسها حيلوا شوفوا الجبال شوفوا الخيال وشوفوا نلم حيلوا بلدنا حيلوا لكم بحالوا وبجمالوا مش في جمالها ولف الدنيا دور ودور كل في انت شوف تصور سحر يعيش سنين تصور كل دا عندنا وبعد تعب وشغل سنة كاملة متواصلة قدمنا أول برنامج لتعليم مبادئ اللغة المصرية القديمة بخطها الهيروغليفي وأخذنا أول خطوة ندخل بيها عالم الأجداد مع اسم الملك وألقابه في الكتابات الهيروغليفية تفتكروا الخطوة اللي جاية هتبقى مع مين؟ وحتكون فين؟